أسادي الفلسافة اللي ستكون مغاربة كاملة وبالأخص الناس ديندين تسلو جريم ممنوع آخر ولس وقع وسط من ذلك المؤسسة اللي كانت يقرر فيها في لحظة تخوف قلت وقع أغرب قادية وقعت في المغرية قلت هي زراعي العام كله في ذلك السنة ولولا ذكاء البوليس ما كان نوش غير يطيحوها ليه الصباح ذي النار الثاني حريص ذلك المؤسسة ولداعي ذلك الاسم ذلك روتين يومي عنده يدور على الأقسام لا كان شيء صعيب ولا شيء خاسر يقاه ذلك مهم كيف يدخلون صباحي بما يدخلوا الدراري المؤسسة وصل الفيسير ذلك البلاسة التي يدخلوا فاري حيث الباب وكان ما زال يطلع وذلك البلاسة لا يوجد ضوء كيف يدخل لي شيء معلقة وفي البيت يقول ويلي شنية هذه وش طعب لديها شيء دررية يا ناسية لا يوجد مؤسسة ولكن هذا في السيارة دررية ماذا يدخل هناك لا 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 كيف يدخل جاكيتها درية ناسية معي دعني يأتي على خاطر بسطة الباب وخرج بحالته ضربوا حد المسافة وقفوا وشد من رأسه وسكات قال والله يتمشي نشوف شنوادك الشيء رشا حد الباب وش مغدي بشوية وشد من الحال لأنه كان طلاب في ذلك البيت محده يقرب وقلبه يضرب كيزيد يقرب وكيزيد قلبه يضرب وصل حده شفه عيني يخرجه وتمغادي كالجرية جرية واحدة ضار المدير كيضق في الباب يقول ما ضقعت خرج المدير شد مركبي وكيلات كيبغادي من نفس ما تخليش يدوي نفسه ما خدرش يطلع المدير مفهم وارو فريق الصباح ولكي يقول لي تشكينا المعطي تقول لي يشكينا المعطي ماعطي يقول لي دريام علقة دريام تأحرم فين كيبتلو درياح ويجم ماذا يجري؟ حين الباب مدير ومنعد الباب واكف كيشوف قلبه يضرب بعمره في ذاك المنظر دريام معلقة في دور ووجهه كيشوف في الحياة سد الباب ورجع البيرو عنده وعيط على البوليس وفي قل من ساعة قلتنا وضروينا في ذاك البلاصة مدرسة تسدعت شو واحد ما بقى دخل وصل عميد إبراهيم اللي غير يتكلف في ذاك القادية بدك يفحص في الدريام لعله وعسى لقى شي وثيقة كتبين الهوية للدريام إذا بي يلقى أحد الورقة مطوية المخشيفة في الجيف فوق دل طابلية ومكشوفة موين تسمحي لي بني درتو حد الفضايحة ومقدرش نواشق وقررت السالحية بها الطريقة ومتعطل موين تعطيت اوامير بالللي مكلف بالتصوير يصور الدريام قاعد الزواية ويهبطوهم القنبة بشوية لأن القنبة ستدرسة من بعد شمعوا ذاك الدلائي واندوا الدريام بشي دروا على تشريح العميد براهيم اللي مكلف بالتصوير ذاكي وغاديمشي قلب ذاك القنبة اللي انتحتت بيت الدريام كلقة مش روحة شوية يعني حليش واحد مهلا قصحة بالدوش وهنا غيقرب يصيب ذاك الورقة اللي كتبت عليها انتحت بشي طابقوا الخط ديالة موهم دارة الهضراف المؤسسة وبولي زروا التحديات وعرفوا السيدة شكون عيه الرئيس ميسا سوكينا بنت براهيم شو عندما وصلوا له الخبار؟ بشي دوت تأكدوا باللي وش هي بنتها وبالفعل خلت تكون هي بنتها بدأت تبكي وتقول بنتي ما تقدر تدريت شي بنتي غير كالدهر من كالسالة بحياته بطريقة ومن الحياة تمشي وفي ديق اللحظة العميد براهيم غدووصله جوش خبارات خبار الأول بلي سوكينا كانت حامله والحاجة التانية بالخط دي الكتابة ديالة لا يوجد شيء في الغرقة مطابق إلا كل موحدة هيدا انت حقر كل مدين انت حقر ليس بخطة هنا البوليس سيعرفوا بالقضية في عينا والقضية لم يصفي كيف ينشي حاجه وكيف ينشي لغ سماعه حميد براهيم سوف يرجع للبلاسة اللي كانت فيها الدرية مئتة لأن الدراسة كانت بقى مسدودة كل شيئا مئة مسدودة كيف يقول لديه احد دراسة ديالرويدة التوموبيل وهذا الفيستير كانت درية شطها بقى مع الرويدة التوموبيل للمدير ليس يديوله يعني ليس لهو لكانت في المعنى هو يقرر ليس يسونه حد درية صحيحة السدع الكوميسارية جاءت عنده دخلت البينه وقلست هو يقول له هات الأولي الأخيرة شمال لك في السوكينة شو بيت وصحبتها فرح قلت لي بلاد الأولي الأخيرة كانت مخيرة شوية وقد ساكت بحلي كانت بغت تقول شي حاجة ويقول له العميد برايم انت عارفه حامليك ويتنقص فرح بلا ما تشعر ويتقول لي دارها ها دارها سيكون هو السبب بالسلاة حياته سيكون هو اللي دارها ويقول له العميد شكونا هو هذا على ما نقدوي قلت لي باللي كانت تكون مع الأستاذ الفلسافة اللي كانت يقررينه وكانت تقدير عنده حصة زلدان كانت تزيد عنده السواء وباللي دائما كانت تقول يرارها معجبة به وبغي تزوج بها ولكن عنده سبب واحد هو انه مزوج ذاك الشي لأشكان كيتماطل وهنا سيبين البوليس البيس اللي سيشده عليه الطريع وأول حاجة سيضيروك بالميس يدعيه هي غيبشي طابق ولا اطرع سيكون رويضة مع الرويضة الطموبيلة وكيلقاهوه من نفسه وهنا غني تملح تشيخال ذاك فش يتم معه تحقيق ولا اني اواله مبغيش يقر وكانت تملص من ذاك شي كانت يقول لي انا كتقرى عندي وكتزيد عندي السوية ولكي ارمى بيني وبين اواله ولا اني الروح عزيزة عند الله فاش فشو البوليس يقلبوا فيه كدير حساس دلتهم غالقوا شي وراقي محطوضين في الطابلة وشو الدكاء دي للأسالة وشو كيفاش غيبغي يتهرب من الجريمة لقاها ومعاطي التشلاميات ووحد الموضوع كدوهو فيه على المتحر ونفس القسم اللي كانت تقرأ فيه السوكينة يعني سوكينة شي ايضرت على ذاك الموضوع ذاك شي ليش ذاك سوكينة كتبت ذاك شي لأنه كان واقع لي واحد الموشكين مع سوكينة وتسبب مورع واحد الحمل وخافي تفضاح لأنه كان زوج وقرر يديرين الخطة بش يصفي عليها وليني حروح عزيزة عند الله وبسبب صاحبته بنت الحقيقة وتحكم عليها بالمؤمن وهنا كتسرية القسة دي اليوم ولا عجبك تشيلك نديرو بتشجعنا تشارك عندنا في الصفحة تحلو فراسكم الخوط تحلو فراسكم الخوط